المياه الإقليمية اليمنية منتهكة السيادة هذا ما يفهم من حادثة مقتل أحد الجنود التابعين لخفر السواحل في محافظة المهرة بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل يخت بريطاني بالقرب من سواحل المحافظة وفي تفاصيل الحادثة ذكرت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حراسا مسلحين خاصين على متن يخت شهير كان يمتلكه الممثل الراحل ريتشارد بيرتون أطلقوا النار على عناصر من خفر السواحل اليمنية بعد أن ظنوا أنهم قراصنة ما أسفر عن معركة بالأسلحة النارية بين الطرفين في المقابل أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في بيان لها مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين إثر تعرض زوارق دورية لهجوم من يخت مجهول اخترق المياه الإقليمية اليمنية بمحاذاة سواحل راس فرتك وحصوين بمحافظة المهرة مؤكدة على أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها تجاه ما نتج عن الحادثة وفي أول رد شعبي على الحادثة دانت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة سقوط أحد المجندين برصاص القوات البريطانية معتبرة الواقعة اعتداء واضحا وصارخا على السيادة اليمنية وإزاء هذا التطور جددت لجنة الاعتصام مطالبها بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من المهرة على وجه الخصوص ومن جميع أراضي الجمهورية اليمنية عامة الناطق الرسمي للجنة الاعتصام بالمهرة علي بن محامد قال إن الحادثة الأخيرة تأكدت التحذيرات المبكرة التي أطلقتها قيادات لجنة الاعتصام من خطورة انتهاك السيادة الوطنية في المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية والمياه الإقليمية مستنكرا في الوقت ذاته صمت الجهات الحكومية تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية تشير واقعة مقتل الجندي إلى أوضاع المياه الإقليمية اليمنية واستباحتها من قبل القوات الأجنبية وأن الانتهاكات ستستمر وسط عجز الحكومة للدفاع عن سيادة أراضيها ومياهها الإقليمية ترجمة نانسي قنقر